ثمانية وثلاثون أمر قبض واستقدام بحق ذوي درجات خاصة خلال شهر شباط من العام الحالي هيئة النزاهة كشفت عن أن هذه الأوامر شملت وزيرا سابقا وعضو مجلس نواب ووكيل وزارة حالي وواحدا وعشرين من المديرين العامين حاليين وسابقين في غضون ذلك فإن حملة من أين لك هذا مستمرة للكشف عن تضخم الأموال لدى بعض المسؤولين قائمة كبيرة تصدرت من هيئة النزاهة تتعلق بمذكرات قبض واستقدام بحق بعض المسؤولين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة نواب غيرهم ومحافظين وأعضاء مجالس وأعضاء نواب هذه القائمة مهمة جدا تضخم الأموال ملفات عديدة بعضها اكتملت في التحقيق أكثر من ثلاثين ملف بعضها تم اصدار أحكام قضائية بحقها بعضها تم استرجاع أموال بهذا الشأن هيئة النزاهة نوهت إلى أهمية مشاركة الإعلام وخاصة الصحافة الاستقصائية في فتح ملفات الفساد لفضح الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام يتزامن هذا مع جهد داخلي وخارجي للجهات الرقابية في محاربة الفساد يلعب الإعلام دورا أساسيا في هذا الموضوع وخصوصا الصحافة الاستقصائية باحتبار أن الإعلام هو السلطة الرابعة ويمكنه أن يكون عاملا مهم ومشجعا ويكشف أيضا ملفات الفساد في الوقوف مع هيئة النزاهة لكشف هؤلاء الفاسدين التأكيد على الإعلام هو نظرة صحيحة وإيجابية باحتبار وعنصر فائل في المجتمع ومؤثر ويستطيع من خلال الصحافة الاستقصائية أن يصل إلى المتورطين بالفساد ويحظى ملف مكافحة الفساد بشقيه المالي والإداري بأهمية بالغة في عمل الحكومة ممثلا بجهاتها الرقابية التي سارعت بتناول ملفات في غاية الأهمية ظلت معطلة لسنوات عديدة أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد